في الحقيقة بنبدأ بمواساة وتضامن مع الشعب الليبي الشقيق وخالص العزاء والمواساة لضحايا الفيضان اللي ناتج عن العصفة دانيال اللي يمكن بدأت تتشكل على الحدود المصرية تحديدا منذ الساعات الأولى من صباح الأمس وبنسأل المولى عز وجل أن يحفظ الشعب الليبي الشقيق ويمن عليهم نعمة الأمن والسلام في الحقيقة من مبارح والكل بيتابع أخبار العصفة دانيال تحديدا ويمكن زي ما قلت وصلت مصر مبارح في الساعات الأولى ونتج عنها مجموعة من الأتربة والرياح وكمان أمطار في مناطق زي مرسى مطروح وإسكندرية ويمكن في حقيقة الأمر أن رغم المخاطر الكبيرة اللي نتجت عن العصفة اللي يمكن بدأت في اليونان واتجهت لليبيا وحاليا هي على الحدود المصرية الغربية لكن المخاطر دي بتقل بشكل كبير في مصر ويمكن ده من نعمة ربنا سبحانه وتعالى علينا في مصر صحيح يا أحمد طبعا قلوبنا مع كل أهلينا في ليبيا يعني الوضع طبعا بكل الأشكال صعب جدا إن شاء الله يعني ربنا يرحم طبعا الضحايا ويلهم أهليهم الصبر والسلوان وكمان تمنى طبعا الشفاء العاجل لكل المصابين لكن مما أننا بنتكلم عن تحرك العصفة دانيال الحمد لله يمكن بفيش لحد دلوقتي غير رياح وأمطار متوسطة وأتربة على بعض المناطق في الغرب ده كان متوقع بطبيعة الحال لأنه معروف أنه المنخفض الجوي لما بيتحرك على المياه بيكتسب طاقة كبيرة جدا عشان كانت تأثرت ليبيا بشكل سلبي وكانت سرعة رياح هناك حوالي 80 كيلو متر في الساعة وموج البحر كمان ارتفع 8 متر لكن لما بيتحرك المنخفض الجوي أو العصفة على يابسة بتقل حدته ده لظهر لحد دلوقتي لما اتنقل من ليبيا عبر الحدود الغربية لمصر كان فيه توقعات أنه من بعد متابعة الأخبار أنه هيوصل لمصر وهيكون فيه أمطار رعدية غزيرة على مصر كافة لكن حتى الآن حسب كمان الخبراء يا أحمد أنه حدته قلت بنسبة 80% الحمد لله ده الحمد لله زي ما قلنا نعمة ربنا علينا يعني الحمد لله هنا في مصر ويمكن كل المعلومات اللي انت قلتها دي جمانة بتأكد على فكرة المعلومة المعلومة اللي بتقدر اللي انت تحليليها وتدرسيها بشكل سليم جدا علشان تبتدي تغذي قرار وهو ده اللي احنا بنتميز به دلوقتي في مصر في الجمهورية الجديدة تحديدا في فكرة غرفة الأزمات اللي دايما بتكون منعقدة ومشكلة في حالة وجود أمر طارق لقدر الله زي العصفة دانيال تحديدا ويبتقدر اللي انت ترسوديها او تقدر اللي انت ترسوديها وتحللها عشان تقول ايه الخطوات المتبعة يمكن هيط الأرصاد طمنتنا بشكل كبير وقالت ان المنخفض الجو في مصر نتج عنه رمال وقتربة على محافظات يعني ساحلية زي مطروح كمان سيوى والسلوم والأمطار دي فيه الحقيقة موجودة فيه مناطق خفيفة ومتوسطة وممكن توصل الأمطار لأمطار غزيرة لكنها غير مقلقة بالمرة الحمد لله وكمان التوقعت ان النهاردة هيكون فيه أمطار خفيفة وأمطار متوسطة على اسكندرية وبعض المحافظات في القاهرة الكبرى مع استمرار لحركة الرياح المثيرة للأتربة والرمال دي كلها ظواهر ظواهر دي مش هتأثر على الأنشطة الحياتية اليومية للمواطنين وزي ما قلنا غرفة الأزمات دايما بتقول لو فيه حاجة فيها خطر مصر ويمتخذ القرار لا يتوالو أبدا عن فكرة اللي هو الحفاظ على حياة المواطنين عشان كده احنا بنمارس حياتنا بشكل طبيعي لأن الحمد لله حتى الآن ما فيش أي أضرار عليها الحمد لله احنا بكل أحوال مستعدين للوضع وزي ما كنت تكلمي أحمد يمكن الحقيقة مصر وغدت كل استعدادات اللي متوأمة مع الوضع الحقيقي والحالي واللي حسب الخبراء اللي دلونا عليه أو اللي أفدونا به وكمان مستعد حتى لقدر الله لأي سيناريو أيا كان زي ما تابعنا يمكن فاكر وقت كورونا كان فيه برضو مقبل كورونا صحيح كان في شهر كمان تلاتة تحديدا كان فيه برضو أزمة متعلقة بالأرصاد والجو كان صعب جدا والحقيقة إحنا كنا مستعدين صحيح كنا مستعدين بشكل كبير جدا يعني إحنا الحقيقة يعني بقينا عندنا غرفة أزمات قادرة تدير هذه المسألة بشكل كبير جدا بس زي ما كنا نتكلم مع حضرتكم فيه رياح مثيرة للأتربة ويمكن ما إحنا جايين كمان دلوقتي في الطريق الرياح بالفعل موجودة ويمكن شوية الناس اللي عندها مشاكل صحية زي أمراض الرابو وخلافو جيوب أنفية لازم تاخد بالها كويس جدا تحط منديل أو تلبس ماسك عشان الأتربة والغبار بالفعل الرياح دي موجودة والأتربة والغبار موجود دلوقتي لكل الناس اللي نزل أشغالها يريد بس تاخدوا بالكو لكن بشكل عام الحمد لله لحد دلوقتي تأثير العصفة دانيال طبيعي مفيش منه أي قلق وإن شاء الله يمر بسلام خلينا نقول أنه هو تقص خريفي كده موجود المفروض أنه هو كبان يمر النهاردة أو يخلص النهاردة برضو حسب خبراء الأرصاد ولكن هنتابع مع حضراتكم طبعا بالتفصيل وأول بأول العيحة اللي بنسبح لحضراتكم صباح الخير والسعادة عليكم جميعا صباح الخير يا مصر اشتركوا في القناة